سامر أبو خليل أهلا وسهلا فيك بالبودكاست على الجديد أهلا فيك بالجديد يعني بس واحد يقعد قدامك هكيك إن كان بيختلف معك بالسياسة أو بيوافقك بالسياسة تفرض احترامك عليه شو هالسر؟ الاختلاف لا يفسد بالوضع قضية وهو مجرد أنه أنت تحترم الاختلاف بالرأي برأي بتكون زلالة 90% من العقبات عملية بس شو السر؟ من مين اكتسبت هالقوة؟ هل هي قوة أنت عملتية خلال حياتك أو اكتسبتية من حدا؟ لا هي مش قوة هلأ أول شيء يعني فيه نعمة الله عليك يعني أنه يكون عطيك مثلا كاريزما أو عطيك شخصية قادرة تخرق يعني ومحببة عند العالم هيدا من نعم الله هلأ أنت هيدا النعمة بتاعي فتحنا عنها الوزنات لما الله بيعطيك وزنات يا أنت بتزيدها يا أنت بتصرفها وما بتعرف كيف تستثمر فيها فالحمد الله الله عطانا وزنات وعطانا الحكمة أنه نعرف نستثمرها وهذا من أهم النعم بس برجع بشدد على نقطة أساسية ريكاردو أنه دايما لما أنت بتحترم الرأي الآخر بتعترف بتعددية الأراء بتعترف أنه في ناس بتفكر بغير الطريقة اللي أنت بتفكر فيها وبتحترمها برأي ما بيعود فيه عقبات أمام علاقتك الإنسانية والاجتماعية وصداقاتك وكل شيء لو كنت بتختلف بأراءك السياسي وغيرها سمرة عنديك مثال أعلى بالحياة اللي هو بيك صحيح وبتحكي كتير عن بيك مع الأصحاب ومع الأولادك بس كنت يعني هيكي بتضلك عطول تمتسل لبيك اي بيك أنا كتير أثر بحياتي تانيتهم بي وإمي يعني قلهم فضل كتير كبير علي بس بيك لأنه ربانا بطريقة مختلفة عن جد مختلفة عن كل أبناء جيلنا وربانا بطريقة يمكن هلأ إذا بتفكر فيها بتلاقي أنه لحد هلأ في ناس ما بتعرف تربي بهذه الطريقة يعني أنه مثلا أنك تكون إنسان حر ومتحرر من أي قيود ومن أي خلفيات طائفية واجتماعية ومذهبية ونقانة من كل هيدا العقد يعني ممكن أنه تضرب أولاد بعمرنا بس ما عملتلك مشاكل هيدا الشغلة بتعملك مشاكل بس بالآخر لأ بتبني لك شخصية مختلفة وبتبني لك كيانية مختلفة وبتعطيك مناعة كتير 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 قوية بتخليك تصمت بوجه أي شي عمليا شو بتتذكر هيك آخر كلمات إيلا إيلي كيها بيك البابا توفى فجأة يعني عمل هارد أتاك فجأة وأنا كان قللي يعني هيدا من القصص الصعبة بحياتي أنه أوش بي توفى نهار عمي ليدو وأصعب شي أنه نهارتها بـ 17 شباط أو ما توفى بـ 17 شباط بس أنا بالنسبة لقلي نهارا اللي عمل فيه الهارد أتاك توفى لأنه إحنا إذا بدك حربنا الطبيعة شهر عمليا فبالنسبة لقلي نهار اللي عمل هارد أتاك كان 17 شباط يقول لي هو عيد ميلادو وأنا ما بحياتي مني طالع تركى كل شي يوم عيدة بي بعيد ميلادو وإنهارتها كان فيه كتير ظرف إنه ما قدرت أطلعت فهيدي بعد حرق بقلبي لهلا كان راضي عليك قبل ما يفل دلا كتر خير الله كان يقول ليك فيه شيء إطلال معيني كان يقول ليك سمر هيا أنا مش راضي عليها سمر ليه أنت عمليهاك لا ولا مرة ولا مرة بس كان ينتقد ينتقد أن هذا النقد البناء اللادع بس ولا مرة بالعكس دايما بيقول لك ما تندم على شيء عملته لو كان خطأك بتتعلم منه يعني بس كان عنده شيء أساسي بالحياتة هو أنك تكون حر لما أقول حر يعني حر متحرر من كل شيء من كل القيود يعني ما يكون حدا ما يسكك لا بيرقبتك ولا بإيدك ولا بلسانك عمليا وأنك تكون صادق هو أشيء أساسي بحياته والثقة عمل الثقة هو أهم شيء دايما بيقول أنه السقة في حال انفق ديت ما في شيء بيرجع بيرممها فبدأك تعرف كيف تحافظ إذا حد أعطاك سقة كيف تحافظ عليها فنحن ربينا على هاي المبادئ إذا بنعلي نعلي الدوز أكتر وتروح على مبادئ أخرى يلي هي وطنيتك يلي هي ثوابتك يلي هي كيف بتفكر ببلدك بحالك بمستقبلك بها كمان كان هيدا لفل آخر كمان مبني على الحرية وعلى تقوى على المبدئية ترجمة نانسي قنقر